موسيقى مساء الخير مشاهدين الكرام وهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ميزان الصحة العطاء عامل مهم في توازن الحياة وينشأ هذا التوازن بمقياس صحي عبر غذاء ونمط حياة أكثر صحة مجاهدين حلقتنا اليوم تزخر بمواضيع متنوعة خلونا تعرف عليها الدماغ وشلال الرعاش العسل والحبة السوداء وفعاليتهم العلاجية طبعا مشاهدينا ننتظر استفساراتكم على الرقام الموضحة أسفل الشاشة تابعونا مشاهدينا من خلال حلقتنا وننتظر تواصلكم معنا طبعا مشاهدينا تمضي الحياة بالطرابات أكثر تعقيد وربما مفهوم سبب هذه الاطرابات غير معروف شلال الرعاش أو داء فاركنسون عبارة عن مرض عصبية تميز بالطراب نقص الحركة بسبب ضمور في أجهزة الجسم المؤدي للشلال ما أسبب هذا المرض ومتى ينشأ هذا المرض فعليا لهذا المريض إجابة هذه التساءلات مشاهدينا جميعها ستطرح في هذه الفقرة ومرحب بالدكتور إحسان جاسم الدوري أخصائي أمراض باطنية حياك الله دكتور يوم مرحبا وسهلا فيك أهلا وسهلا وسهلا خير طبعا دكتور اليوم نتكلم عن موضوع جدا مهم يمكننا لحظة في فئة معينة من فئات المجتمع وهم كبار السن نتكلم اليوم عن شلال الرعاش أو دائب أو مرض باركنسون نعم دكتور إحنا مثلا نلاحظ أو ما هو المؤشر اللي تعتمد عليه لما المريض يوصلك للعيادة ممكن نتلاحظ عليه بعض المؤشرات اللي هي بالفعل الدل أن هذا المريض مصاب في شلال الرعاش أو باركنسون بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة أخذ مريم إحنا خلن نمطي فكرة تعريفية ما هو مرض باركنسون أو المرض الشلال الرعاشي المتعارف عند الناس مرض الشلال الرعاشي هو أحد أمراض الجهاز العصبي الذي يصيب كبار السن نسبة واحد بالمئة من كبار السن بعد عمره ستين سنة هذا هو أكثر عمر مرشح أن الإنسان يصاب بهذا المرض من بعد الستين دكتور نعم هو أكثر أمراض الجهاز العصبي شيوعا بين كبار السن لماذا؟ هذا المرض هو من تسميته مرض الشلال الرعاشي نعم إذن هناك شلل خلل في الحركة وهناك ارتعاش نعم لذلك يستدل على هذا المرض عندما كبار السن كبير بالسن عمره يتجاوز الستين سنة يصاب يعني عندما يأتي إلى الطبيب أو حتى أن يشاهد في البيت يكون مصاب بارتعاش في اليدين عدم القدر على السيطرة حركة اليدين قد تكون من جهة واحدة قد تكون من الجهتين من الجهتين من الجهتين نعم هي تبدأ من اليدين من الأطراف العليا الارتعاش يبدأ من الأطراف العليا يصبح الإنسان غير قادر على مسك الأشياء أو غير قادر على التحكم على التحكم بحركة اليدين من ما يصعب عليه حتى شرب الماء والأكل ومسك الملاعب صحيح أنا ممكن نقول الحركة بالنسبة له صعبة أو أنه يتحكم ب نعم سقوط الأشياء من اليدين فأول تشخيص يأتي إلى بالمقدمة هو مرض الشلل الرعاشي تبدأ هناك فحوصات الحقيقة هو ما في فحوصات محددة تثبت هذا المرض هذا المرض يشخص سريريا سريريا أما فحوصات معينة كتحاليل أو غيرها أبدا ما لها دور في تشخيص المرض هو سريريا طيب دكتور قبل ما نطرق لي طرق العلاج وغيرها هل هذا المرض هو لا دخل بالوراثة؟ هل ممكن نقول هذا المرض وراثي؟ أو لا تركيب الجينات معينة؟ ممكن قد يصاب فيها الشخص تبعا لتاريخ عائلي معين الحقيقة أخوصات مريم هذا المرض الشلل الرعاشي أثبت العلماء بطريقة نظرية أن هناك عاملين ينشئان هذا المرض أو بالدرجة الأولى هو العامل الوراثي عندما يصاب الإنسان للأفرض شخص عمره أربعين أو خمسة وأربعين سنة وتم تشخيصه بمرض الشلل الرعاشي إذن هذا مرض وراثي وراثي لأنه يعني يصاب في عمر مبكر. مبكر. قبل الستين. عندما يصاب في عمر مبكر هنا يلعب العامل الوراثي دور كبير في هذا الموضوع. العوامل التي تؤدي للإصابة بشلل الرعاش أو ما هي العوامل التي بشكل عام قد تؤدي للإصابة بهذا المرض والعمر أيضا التي قد يصاب فيه الشخص بشلل الرعاش. نعم احنا اتطرقنا في البداية قبل الفاصل إلى أن هناك دور كبير للعامل الوراثي. العامل الوراثي لا يمكن أنه يعني نقول أن الشخص في عمر سبعين سنة عند مرض الشلل الرعاشي ونقول هذا عامل وراثي لا هو هذا المرض باركنسون اللي هو بالإنجليز يسمونه إيديو باثك إيديو باثك يعني غير معروف السبب هو أحد أمراض الشيخوخة يعني هو سبب غير معروف دكتور هو السبب غير معروف لما طرقنا إلى العامل الوراثي العامل الوراثي بعض العلماء وجدوا أنه بعض الأشخاص في عمر قبل الخمسين تعرضوا أو أصيبوا بمرض الشلل الرعاشي لذلك وجدوا في تاريخ العائلي لهذا الأشخاص هناك مرض الشلل الرعاشي إلى الآباء والأجداد لذلك لما يكون عامل الوراثة إلى الدور أو يكون هو السبب إذن راح نجد أشخاص مصابين بمرض الشلل الرعاشي في عمر مبكر غير العمر المتوقع الذي هو من عمر الستين صعودا هناك عامل آخر هو عامل البيئة كيف عامل البيئة دكتور؟ عامل البيئة وجدوا العلماء أن هناك فئة من الناس يعرضون إلى باركنسون أكثر من غيرهم طبعا هي طريقة الدراسة العلماء الذين درسوا في هذا الموضوع أو بحثوا في هذا الموضوع أخذوا عينة من الأشخاص المصابين بمرض باركنسون وجدوا النسبة الأكبر من الأشخاص المصابين أما يعمل كفلاح الفلاحين أكثر شيء فلاحين لماذا عند الفلاحين؟ الفلاح يتعرض تعرفين الفلاح يعني فيه هناك زرع صحيح وسماد صحيح لذلك الفلاحين ممكن أن يتعرض إلى مواد مواد كيميائية قاتلة للحشرات أو قاتلة للبعوض نعم أحيانا بعض المبيدات الحشرية المبيدات الحشرية تساعد على نشوء مرض باركنسون أكثر من الناس الذين لم يتعرضوا إلى هذه المبيدات نعم العامل الثاني هو شرب الماء الطبيعي اللي غير محلى وغير ماء النهر أكثر نعم الماء الطبيعي اللي هو يعني ممكن يحتوي على بعض البكتيريا هو أورغانيك ماتيريا المواد عضوية مواد عضوية تساعد على نشوء باركنسون نعم السبب الآخر وجدوا أنه الناس اللي تعيش قريبا من المصانع خصوصا المصانع وتعرض للتلوث نعم التلوث يصابون بمرض باركنسون أكثر من غيرهم هذه المصانع فيها مواد كيميائية تتبخر هذه المواد الكيميائية عمالي تستنشاق هذه المواد الكيميائية ومواد عضوية يكثرش المواد العضوية الحقيقة ممكن يكونون عرضا للإصابة بمرض باركنسون أكثر من الناس الطبيعين اللي ممكن أن يسكنون فيه الريف نعم في الريف نعم أول مناطق اللي فيها الهواء النقي هو أكثر يقولون الرورال أيريا الرورال أيريا هم الناس اللي يعرضون للإصابة بمرض باركنسون أكثر من الريف نحو لله طبعا دكتور مستمر في حوارنا لكن راح نطلع لهذا التقرير التالي بنشرح تزايد الرشفة لدى كبار السن راجعي نستكمل حديثنا مع الدكتور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تابعنا معكم مشاهدينا هذا التقرير طبعا تابعنا بعض التأثيرات الجانبية التي تحتاج إلى متابعة مستمر يعني كبار السن أكيد لا بد أن يكون فيه جو عائلي يحتويهم حتى أن يخفف عليهم بعض مصاعب هذا المرض دكتور إحسان تابعنا هذا التقرير نتكلم أيضا من جانب يعني مش طبي جاب نفسي أن أيضا أهمية تواجد الأهل مع كبار السن المعرضين مثل هذه الحالات متابعتهم لحالاتهم مع الدكتور في المستشفى أهمية وجود العائلة والأهل مع مصاب شل الرعاش الحقيقة مريم الإنسان لما يتقدم بالعمر وفجأة يعاني من الارتعاش وعدم القدرة على السيطرة الحركية وعدم القدرة على المشي بالخطوات الصحيحة يبدأ هذا المرض معكوس النفسي سلبي على الإنسان صحيح لأنه كان إنسان قادر في التحكم على كل شيء فجأة انعكس الإعادة شعور الإنسان أنه غير قادر على إنجاز فعالياته اليومية بنفسه يصيب بالخجل صحيح لذلك هذا الإصابة بالخجل قد تعرض الإنسان إلى اضطرابات نفسية الإضطرابات النفسية التي يعاني منها ممكن التوتر حتى الكآبة ممكن تصير عندها صحيح ممكن توصل الكآبة لذلك حتى نجيب على سؤالك التواجد العائلي ودعم المريض المصاب بمرض باركنسون ومحاولة التخفيف عنه دور كبير جدا قد يكون أكبر من دور الطبيب صحيح لأننا دائما يقولك دكتور العلاج النفسي ونصف العلاج كلما كان المريض من تقبل هذا الشيء نفسيا وخصوصا لما يكون الناس المقربين إليك يحاولون يطمنوك ويبعثون فيك روح الاستمرارية صحيح دائما كبار السن دكتور هم الخير والبركة في البيت فدائما حتى مرافقتهم في كل مكان هي بحد ذاتها شعور بالإيجابية أنا بالنسبة لي هو شعور بالإيجابية صراحة بالضبط لما نقول واحد في عمره الستين أو السبعين ومصاب بالمرض الشل الرعاشي معنات هو أب أو جد لذلك هو بغض النظر حتى لو كان ما مصاب بالمرض يحتاج إلى رعاية الأهل والاهتمام حتى يشعر بثمرة هذا الجهد خلال السنين اللي قد تكون عجافة وقد تكون لا بالنسبة له لذلك دور العائلة دور كبير في التخفيف عن الممرض بالحالة النفسية طيب دكتور بالنسبة أيضا يشاع بأن حاب نتأكد أيضا من هذه المعلومة أن الرياضيين أو ممارسين رياضة كمال الأجسام هم من أشخاص اللي مارسوها لمدة سنوات طويلة ويبني هذا الجسم ويبني هذه العضلات ومجرد ما يبتعد عن هذه الرياضة نقدر نقول أن العضلات تبدأ عندها تصاب أو غيرها وممكن يصاب بشلال الرعاش أو تكون نسبة الإصابة بهذا المرضى عندها كبيرة فهل هذا الشيء صحيح بالنسبة للرياضيين؟ الحقيقة أخذت مريم لم يثبت العلامة طبيا لا يوجد علاقة بين الرياضيين وبين مرض باركنسون أبدا نعم بلعبس قد تكون بس هناك شيء آخر شيء آخر إذا تسمحي لي الرياضيين عندما يتدربون لفترة يبني عضلات الجسم لفترة مهما كانت نوعية الرياضة يكون جسم صحي في مثل يقول لا تحتقر الرياضة في شبابك حتى لا تحتقرك في شيحوختك يا سلام نعم لذلك الرياضة في عمر الشباب هي مفيدة في عمر الشيحوخت دائما الناس الرياضيين يكونون أطول عمرا وأقل إصابة بالأمراض بشكل عام سواء الشرائين أو القلب أو ما شكل ذلك وإلى آخره يعني هذا أبدا لا علاقة برياضين نعم لا توجد علاقة ولكن عملية الضمور العضلة التي تم عند الأشخاص الرياضيين هذه نوع خاص من الرياضيين التي تعاطون الهرمونات المقوية للعضلات الهرمونات أو البروتينات أقصد الهرمونات ممكن تخص الهرمونات الذكرية التي تبني العضلات بقوة هاي التي تصبح عنهم نفخة بالضبط هذولا ممكن بعدين يعانون من ردود فعل سلبية في عمر الشيخوخة ولكن هي بعيدة عن مرض باركنسون بعيدة عن مرض باركنسون أما جنابتش تفضلتي أنه يصبح ضمور عضلي الضمور العضلي هو غير عن باركنسون نعم ممكن العضلة تضمر عند الكبر تتعرض إلى تلف الإنسان يكون غير قادر يعني القوة العضلية تكون أقل من المتوقع بالأشخاص الآخرين هذا العرض هو ممكن أنه نقول عليه موجود فيه فإما أنه يصاب في باركنسون لأنه كان رياضي طبيعة المرض تختلف عنه طيب دكتور قلنا هذا المرض يصبح خلل في الدماغ بالتالي ممكن أن تصاب فيه أجزاء الجسم أو أجهزة الجسم بشكل عام لما نتكلم عن الجهاز الهضمي وممكن الآثار السلبية المترتبة على الجهاز الهضمي أنه لا يؤدي وظيفته بطريقة صحيحة ممكن أن يصبح تراكم لهذه الأغذية في الجهاز الهضمي يصبح عدم تنظيم في خروج هذه الفضلات من الجسم أو غيرها في كل هذه السلبيات التي تتراكم على المريض دكتور نتكلم عن هذه الإشكالية الحقيقة مريم حتى نتكلم هناك عراض كثيرة تصيب المريض الذي يعاني من مرض ماركنسون أو الشلال الرعاشي لماذا تصبح هذا المرض ما هو طبيعة هذا المرض ما هو السبب هناك منطقة في الدماغ تستلم الإعازات العصبية من العمود الفقري عن طريق العمود الفقري من الأطراف السفلة والعليا وتبث عن طريق إعازات سيجنال الإشارات وأتبث عن طريق الأعصاب من هذه المنطقة في الدماغ مرض ماركنسون هو منطقة واحدة في الدماغ الإنسان تصاب في هذا الحلال الشيخوخة أو مسمي مرض الشيخوخة ما سبب في هذا الجزء الذي يصابه ما هو الخلل الذي يصبح فيه الخلل الذي يصبح فيه يصبح فيه تلف يعني غير قادر على الوظيفة الكاملة مثل الإنسان الطبيعي أول عرض ممكن أن يصيب الإنسان هو الارتعاش اليدوي طبعا الارتعاش اليدوي هناك عدة أنواع من الارتعاش اليدوي الارتعاش في الأطراف العليا خلينا نسميه قد يكون بهذه الطريقة هذا مو بالضرورة نسميه باركنسون الرعاشي يصير سكرون العملية كيف الشخص لما يأخذ سبحة ويسبح بيها وسريع جدا بهذه الطريقة هذا الشلل الرعاشي هذه الحركة هذه الحركة كأنه الشخص عنده سبحة ويسبح بيها سبحان الله طيب دكتور في بعض الحالات نحن نشوف الرعشة باليدين عند بعض المرضى هل نقدر نقول هذا الشخص مصاب به الشلل الرعاش أو ممكن أن تكون أمراض أخرى مش شرط يعني الرعشة في الجسم أنها تكون شلل الرعاش أنا أخذ مريم تعتمد على العمر يعني هل الشخص في عمر بعد الستين أو هل الشخص في عمر الشباب بعد الستين هناك أمراض كثيرة تسبب الرعاش يعني ليس فقط شلل الرعاشي مش هو المؤشر الأساسي للشلل الرعاشي الرعشة في الجسم لا 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 يحتاج الإنسان إلى أن نبحث عن أعراض ثانية نوعية الرعاشي اللي عنده نبحث عن مثلا دكتور، هل أنواع لشلل الرعاش؟ أكيد هل أنواع؟ كثيرة جدا تختلف من شخص لشخص دكتور؟ لا، هي بنفس الشخص التشخيص يختلف لا تختلف من شخص يعني في الشلل الرعاش الوراثي فقط باليدين حتى يصاب في عمر مبكر عمر العشرين أو الخمسة وعشرين صحي يكون وراثة بالعائلة هذا الاسيشل ترمر هذا كله بنفس الطريقة الشخص ممكن هو قاعد لا يحسر عنده ارتعاش بس يرفع عيده شوية ويريد يسوي نشاط معين تصير هاي الراجفة كل واحد إلى تشخيص معين لأنه كل واحد إلى علاج معين نعم وطبيعة هذا المرض دكتور أنه مستمر في أعراضه أو في المشكلات اللي يسببها أنه دائما مستمر ولكن نقدر نتحكم فيه في الأدوية هو أخت مريم إذا نرجع لأعراض اللي سألتين عن الجهاز الهضمي حتى نحن ونجع لهذا الموضوع بمختصر العراض المرض باركنسون الإنسان يكون غير قادر على المشي بالخطوات الطبيعية خطوات قصيرة هذا أيضا علامة تشخيصية لمرض باركنسون هناك العضلات تكون شادة عضلات الجسم تكون شادة الإنسان غير قادر على الارتخاء والانبساط والتقلص العضلات في الأطراف العلية يوسف له بسهولة بالنسبة لجهاز الهضمي اللي تفضلت بجنامج جهاز الهضمي يصاب ليس في كل مرض باركنسون يصاب جهاز الهضمي ولكن ما الاختلاف دكتور؟ ما السبب؟ بما أنه هو مرض هو نفسه نفس المرض وبنفس الأعراض تقريباً هناك أعراض بداية للمرض تنشأ في البداية وهناك أعراض تنشأ في تقدم المرض نحن مثل ما تفعله ممكن ما يلاحظها المريض على نفسه منذ البداية؟ منذ البداية ما تكون موجودة اللي يلاحظها لما يصاب عندنا جزء من الجهاز العصبي عندما يصاب هذا الجهاز يبدو هناك عدة أعراض أولاً ممكن يصاب لدينا نشفان في الفم احتصار في البول أو عدم القدرة على التحكم في الإدراع هل العضلات يمكن دكتور في حركة إيرادية بالعضلات؟ بالضبط هناك حركات غير إيرادية في العضلات ارتجاف عضلي كذلك يصاب الجهاز الهضمي من الفم إلى صعوبة بالبلع إلى ممكن شلل في عضلات الأمعاء والمعدة كذلك كل إنسان يتعرض إلى الإمساك غير قادر على أخراج الفضلات من جسمه وممكن يتعرض الشخص إلى انخفاض في ضغط الدم هذا كلها تعتبر من الجهاز يعني إصابه بنوع من جزء من الجهاز العصبي لذلك الجهاز الهضمي هنا أكثر العوائل أو الأهل عندما يصاب الشخص في مرض باركنسون لما يتعاءل إنسان يعاني من الجهاز الهضمي تجد هنا معاناة الأهل مع هذا المريض نعم دور الأهل سنتحدث عن دكتور هذه نقطة جدا مهمة لكن سنطلع لهذا الفاصل المشاهدين ونستمر مع الدكتور لذلك ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر